اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وارجعوا زي ما كان واحسن ان شاء الله ودلوقتي يا جماعة هبدأ ازبط معكم الحود وارجعوا زي الاول ويمكن احسن كمان ان شاء الله اول حاجة هعملها ان انا هشير الحاجات اللي هي اللي في دي علشان ما تعقنش وانا بزبطه وكمان علشان هزبطها هي كمان ونظفها ان شاء الله تاني حاجة هعملها معاكم هغير المية دي بتاعت الحود كلها هغيرها بنسبة مية في المية عشان المية دي مش كويسة يعني ماركونة بقى لها فترة وما فيهاش حاجة وكمان هنظف الحود عشان زي ما انتم شايفين الملح مترصب هنا بسبب التبخير اللي بيحصل للمية وكده بس هغير المية دي اتبقى معاكم ونظف الحود وارجعوا كتاب ودلوقتي يا جماعة بعد ما نظفت الحود وشلت منه الراصب بتاعت الملح اللي كات هنا رحكتها بسلكة عشان كات نشفى ومش عايزة تطلع فطلعتها الحمد لله زي ما انتم شايفينها هو لحط رجع تاني كويس رحطت في شوية المية اللي انتم شايفينهم دول عشان عارف افرد الرملة اللي انتم شايفينها تحت ديت علشان من غير المية الرملة بتبقى مكتلة في بعضها ومعرفتش افردها بس دلوقتي بقى هبدأ احط في الصخور اللي لك وتحتها بنفس الديزاين اللي لك انت عامله في الاول علشان كان تزاين بسيط كده وكان شكله اعجبني الصراحة هبدأ انا واحمد بقى نحطهم ودلوقتي بعد ما ملينا الحوض وزبطناه وجاهزناه كده مش فاضل غير ان احنا نحط الملح فيه ده ملح بيتجمل عند العطار ده مش ملح طعام ده ملح ما فيهوش يود ده الملح اللي بيستخدمه في الاحواض هنجيب شوية مية من الحوض وندوبهم فيه ونصبهم تاني في الحوض وهنحط برضو بكتيريا لفعة ده نوع البكتيريا اللي انا باستخدمه دي برضو هنحطها في الحوض عشان الدورة البيولوجية يعني وبكده يا جماعة انكم خلصنا كل حاجة في الحوض هنسيب بقى الحوض 24 ساعة بحيث ان البكتيريا نفعة تكون خدت وضعها في الحوض ودورة البيولوجية تكون اشتغل بعد ال 24 ساعة هنجيب اهم حاجة السمك وفي صباح اليوم التالي دلوقت يا جماعة وصلنا عند المحل اللي بتاع الاسماك اللي احنا هنشتري من عنده وولنا الفراق على الاسماك اللي كانت موجودة عنده والانواع اللي كانت موجودة عنده بصوا ديات اول حاجة ديات سمكة اه التترا تترا دانيو دي سمكة بتبقى صغيرة في الحاكم جدا وبرضو من انواع الاسماك اللي والودة بيبافين منها الوان فسفورية كده زي اللي انتم شايفينها قدامكم اللي هي اللاموني والاصفر دي حد اخد باله من في الحوض اللي تحت ده محدش كان اخد باله صح؟ بصوا كده ده سمك الكوري كاتفش كان عندنا منه في الحوض اللي فات لو كنتوا فاكرين يعني تاني حاجة معانا السمكة ديات ديات سمكة الانجل السمكة ديات هادية جدا كده وبتبقى حركتها بسيطة بس سمكة حلوة بتحسن هي وانت بتفرج عليها تجيب لك راحة نفسية كانت موجودة في نيمو لو تفتكروا يعني اللي كانت بيتفرج على نيمو انت وإحنا صغيرين والسمكة اللي في الحوض ديات اسمها سمكة هي بتبقى شبه سمكة القرش كده وطبعا اه حبيبنا السمك المولي طبعا الضكرة اللي كان جوا دوت كان شكله جميل جدا بس اه ما جبناهوش علشان احنا اللون اللي سود يعني ما كنش عايزينه يبقى كتير في الحوض فجبنا واحدة بس وكانت اه انت ده طبعا كل مولي والسمكة اللي في اه ديت احنا جبنا واحدة شبهها بس شكلها كان احلى منها والسمكة اللي في الحوض ديات اسمها في اه بعض الناس بتقول عليها سمكة الزبال بس انا بحبش الاسم دوت بتاعها خدت بالكم هي بترميش شكلها اعمل ازاي السمكة دي مرعبة جدا انا محبقاش الصراحة والسمكة اللي قدامكم دي دي سمكة اسمها التليسكوبية او السمكة ديت اه شكلها شكل يعنيها بيبقى خارج لبرة كده بيبقى شكلها حيلو والصراحة يعني بعض الناس بتحبها هي دي برضو اللي كان موجود مع في الحوض اللي فات ده كان آآ سمك الكوي سمك الكوي دوت بيوصل لاحجام مهولة يا جماعة والسمكة اللي موجودة دلوقتي في الحوض دوت دي سمكة الجلد فش اشهر سمكة موجودة في عالم اسمكة الزينة بس دي طبعا احجام كبيرة جدا 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 ممكن يكون الفيديو مش بيبقى لكم الحجم كويس بس هي كانت في الحوض يعني قدام واحنا قدام الحوض كانت اكبر من السمكة البلطة الوانه بتبقى حلوة السمك دوت بيبقى فيه برضو منه بعض الالوان كده بتبقى شكلها حلوة اوي ودي سمكة السمكة دي بتبقى نادرة جدا لما تلاقيها في محلتها سمكة زينة يعني المحل اللي انا اللي انا فيه دوت مكنش عند الراجل غير السمكة ديت بس وحدتها في الحوض كله لوحدة عشان السمكة هي بتبقى صعبة التربية ومش اي حد يعرف في ربيها الجزء اللي في جسمها اللي فوق دوت لو تاخدوا بالك وحيتة فيه حتة فوق دماغها كده بتبقى منفوخة اللي هي عندها في السمكة ديت مش منفوخة اوي لكن فيه مسوايات تانية بتبقى منفوخة اكتر من كده بكتير وكان فيه برضو شوية ديكورات كده موجودة عنده ديكورات شكلها جميل جدا شايفين دي مادة منفوخة اللي كانت في سبونش بوب الديكورات ديت اه لو الوانها ما بتطلعش ممكن تحطها في الحوض لكن لو الالوان بتاعتها بتطلع ما ينفعش تتحط لكن الزرع الصنوعين اللي انتو شايفينه قدامكم ده اي زرعة من ده وات ممكن تحطوه عادي والرجل الجماعة كان عنده كمية جماجم بصوا الجماعة ما عنده ايه الديكورات بتاعتها كلها تحس انها جماجم حاولوا انتو بتعملوا الديكور بتاع الحوض بتاعكو ان انتو تخلوه ماجل ان هو طبيعي اكتر تحس انها من المحيط فعل ودي طبعا كلها حاجات بلاستيك انا منصحش بيها والرجل كانتو تحسوه خارج من قاع الهمور بصوا عنده بيت شفيقي هنا اهو وعنده برضو هنا بيت زبون شباب اهو احس ان هو كان مصاحب شفيقي وزبون شباب ودي كان هو عامل لحوض كده وهو عاملها بالديكورات من دماغه هو يعني قلت اصورها لكم يمكن ممكن تستحهم منها فكرة يعني الديكور ده انتو تبقى عايزين اخر حاجة معانا بقى ده الديكور دوت بتاع اهرم من الاهرامات وابولهول جنبه اهو ودوت بتهالي كان معمول له كرتون انا عارف الشخصية ديت بتهالي كان معمول لها كرتون بس انا مش فاكر اسمه ايه ودلوقتي يا جماعة بعد ما ورسلنا البيت زي ما انتو شايفين كده الحوض بتاع السمك مبقاش فيه اي شوائب خالص ولما هي بقيت صافية وكريستالية هي مبقاش فيه اي ضبابة او اي حاجة تعالوا بقى وريركم السمك اللي احلى جبناه ده اول كيس معانا ده في اه دكر وانستين طبعا هو مش هيبن اشكالهم من اه من الكيس لما نحطهم اه في الحوض هيبن شكلهم اكتر شايفين الزكا الرافعة از وانفتو ازاي تاني كيس معانا ده هنا في اه زكر وتلات اناس برضو زي ما قلتلكم مش هيبن شكلهم هنا هيبن لما نحطهم في الحوض ان شاء الله دلوقتي واخر حاجة جبناها ده قوقع التفاحة احنا بجبناش جعل قوقع واحد عشان قوقع ده كبير ما شاء الله عليه فعنا ده وقت يعني هيقوم بالمهمة الواحدة ان شاء الله دلوقتي بقى نزل السمك في الحوض اللي ما يعرفش الطريقة بتاعت نزل السمك في الحوض في الفيديو اللي فاتق اللي كنا عاملينه بتاع حوض السمك هتلاقيه اللينك بتاعه تحت في الدسكريمشن في الطريقة اللي احنا بنزل فيها السمك في الحوض بالتفصيل اشتركوا في القناة طبعا السمك نزلت على القاعة على طول علشان لسا اول مرة يتحط في الحوض اول ما هياخد على الحوض هتلاقيه بقى بيعوم في الحوض كله وهياخد راحته يعني على الاخر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة